أهلاً وسهلاً بكم والسلام عليكم ورحمة الله ورمضان كريم ولأنه شهر كريم فليس من المناسب أن نكون ضيوفاً ثقالاً عليه وعليكم ولهذا رأينا أن نتجنب الحديث في قضايا السياسة المباشرة في هذا الشهر وأن نتحدث معكم في موضوعات تناسب طبيعة هذا الشهر الكريم ولعل أنسب ما يمكن الحديث عنه في شهر الدين هو الدين نفسه الظاهرة الدينية التي رافقت الإنسان منذ وجوده على الأرض وما زالت تشكل جزءاً كبيراً من وعيه وواكعه ومستقبله أحببت أن أتحدث معكم عن تاريخ هذه الظاهرة وبعض أسرارها التي كتت تسهم في فهمها الناس جميعاً اليوم بحاجة إلى فهم الظاهرة الدينية أكثر من أي شيء آخر لأنها تشكل العاملة الأكثر تأثيراً في حياتهم فهم هذه الظاهرة يمكن الإنسان من فهم واكعه أو جزء كبير مما يجري في واكعه ويمكن العبور إليها إلى فهمها من اتجاهي الاتجاه الأول دراستها من خارجها يعني دراستها في سياقاتها التاريخية الاتجاه الآخر هو دراستها من الداخل كما يفعل الدارسون التكليديون للدين الفقهاء وما شبه ذلك في هذه الحلقة سأحاول تكوين صورة متماسكة لتاريخ الظاهرة الدينية يعني من الخارج دراسة من خارج الظاهرة الدينية من خلال الجمع بين المعطيات التاريخية والإشارات القرآنية يعني لدينا من ناحية معطيات تاريخية ولدينا من ناحية أخرى معطيات قرآنية وسأتعامل مع المعطيات القرآنية باعتبارها مفاتيح لأسرار الظاهرة الدينية شفرات أكوانت ثم نرى هل يمكن أن تتشكل لدينا صورة متماسكة للظاهرة الدينية أم لا هناك الكثير من الأسئلة التي ستجيب عليها هذه الحلقة والحلقات التالية بإذن الله فكونوا معنا هل هناك تاريخ علماني للظاهرة الدينية أعني هل يوجد تاريخ للدين خارج النصوص الدينية الجواب طبعا لا يوجد باستثناء ما دونه العرب من سيرة نبيهم ولهذا فإن الدارسين مضطرون لدراسة تاريخ الدين من داخل النص الديني نفسه النص الديني يحمل تاريخه معه بعض المشاهدين قد لا يفهم عبارة تاريخ علماني للدين أقصد بالتاريخ العلماني أي معطيات تاريخية تتحدث عن الأديان من خارج الكتب الدينية من خارج الكتب الدينية ومن المعلوم أن النصوص في هذا الجانب شحيحة جدا يكفي أن تعرف أنه لا توجد وثيكة تاريخية واحدة أو نكش أثري واحد يثبت وجود الأنبياء المذكورين في الكتب المقدسة فعلى الرغم من أن العديد من الأنبياء قد سكنوا منطقة الشرق الأوسط العراق ومصر والشام وفلسطين وربما جنوب الجزيرة العربية على الرغم من ذلك إلا أن النقوش الأثرية لم تسجل وجود نبي واحد منهم أكثر من ذلك أن المؤرخين الذين عاصروا بعض الأنبياء يعني مثل المؤرخ اليهودي يوسفوس الذي عاصر المسيح عيسى لم يذكروا اسم نبي واحد من الأنبياء سعون يوسفوس أو غير من من عاصر الأنبياء الإشارة اليتيمة التي وردت في كتاب يوسفوس عن عيسى يؤكد المحققون المعاصرون أنها دخلت على النص الأصلي للكتاب في زمن اللاحق أما النسخة الأصلية فلم تذكر هذا الغياب العجيب لأسماء الأنبياء من الوثائق التاريخية هو الذي دفع البعض لإنكار وجودهم واعتبارهم كائنات أسطورية وهذا بالطبع تهور تهور غير علمي يتجاهل العديد من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها ليس هذا مجال الحديث عنها الآن كان الأستاذ عباس العقات كان ذكر بعضها في كتابه عن حياة المسيح أقول إنه غياب عجيب لأن الإنسان في الحضارات الكبيرة التي عرفها الشرق الأوسط سجل في الألواح في ألواح الطين وفي الصخور وفي أوراك البرد سجل أشياء لا حصر لها لكنه لم يسجل أهم ظاهرة لديه وهي ظاهرة الدين والأنبياء وهذا أمر عجيب كيف حدث ذلك؟ كيف تجاهل البابليون مثلاً والمصريون وغيرهم من أصحاب النقوش الأثرية الكبيرة تجاهلوا ظاهرة مثل الدين وأشخاص مثل الأنبياء؟ هناك آلاف النقوش وربما مئات عشرات الآلاف من النقوش المصرية التي سجلت أسماء الملوك وأبنائهم ونسائهم ومعاركهم وتواريخهم وأسماء زوجاتهم وانتصاراتهم ووفاتهم وسجلت حتى أسماء بعض الكهنة والمهندسين والضباط والسفراء وإلى آخر ذلك سجلت مختلف مظاهر الحياة في مصر الكديمة الممتدة عبر خمسة ألف سنة لكن هذه النقوش لم تذكر نبياً واحداً مثل إبراهيم أو يوسف أو موسى مع أنهم زاروا مصر وسكنوها وكذلك فعلت النقوش السومرية والبابلية والمارية في العراق وفي شمال العراق فما هو السبب براء ذلك؟ ما سبب ذلك؟ الحقيقة ليس لدى الباحثين معلومات عن أسباب غياب أسماء الأنبياء والأديان في النقوش الأثرية وفي المدونات التاريخية ذات الطابع العلماني لكن هناك تخمينات منطقية في هذا الصدد بعضها يرجع الأمر لأسباب سياسية مثل أن الفراعن المصريين مثلاً لم يكنوا يسمحون بتسجيل أسماء المخالفين لهم فضلاً عن أعدائهم في النقوش فما بالك بالناس العاديين يعني بل أن بعض الفراعن كان يأمر بمحو ذكر الفراعن الذين سبكوه إذا لم يكن راضياً عنهم أو لأي سبب ومن المنطق أن تهمل النقوش المصرية ذكر أنبياء بني إسرائيل لأنهم كانوا في نظر المصريين أعداء وكانوا أجانب لم يكن هناك أنبياء مصريون في الفترة التي ظهر فيها التدوين يعني خلال الخمسة ألف سنة يعني طوال خمسة ألاف سنة هي عمر الكتابة المصرية خمسة ألف سنة هي عمر الكتابة اكتشفت الكتابة قبل خمسة ألف سنة خلال هذا العمر حتى الآن لم يذكر نبي مصري واحد في هذه النقوش حتى لو كان مدعياً كذابت يعني يعني يمكن زمان ما كانش يكذبوا ويدعوا النبوة مثل ما حاصل عندنا اليوم عندنا يمكن ثلاثة أربعة أنبياء في صنعه ومهدي منتظر أما بالنسبة للنقوش السومرية التي تقدر بحوالي ستين ألف لوح طيني ولا ألواح مملكة ماري اللي تقدر بستة بائة وثلاثة وثلاثين ألف لوح كلها كتبت بالخط المسماري بالنسبة لهذه الألواح فإن التخمينات تحتاج لنظرية متكاملة ربما نتحدث عنها لاحقاً عند الحديث عن صحف إبراهيم التي ذكرها القرآن وربما في حلقات أخرى لكن هذا الغياب للظاهرة الدينية في علم الآثار قد فتح الباب أمام مخيلة علماء الأنثروبلوجيا علماء الإنسان فتح الباب أمامهم لخلق تصورات عن الدين بعضها لا يكل خرافية عن خرافات المجتمعات البدائية وخاصة عند أولئك الذين تبنوا نظرية التطور في هذا المجال تطور الحقيقة والدين نظرية التطور خرجت من علم البيولوجي ودخلت في كل شيء ولذلك قدم التطوريون نظرية تقول أن الدين قد مر بمراحل تطورية طويلة بدأت بعبادة الأرواح والطوطم ثم تطورت إلى الديانات الشركية في مرحلة تالية أو في مراحل تالية طبعا العقائد أو الديانات الشركية تؤمن بعدد من الآلهة المشار إليها بالأصنام أو بالنجوم والكواكب يقولون ثم تطورت العقيدة بعد ذلك وانتهت انتهى هذا التطور عند شكل الأديان التوحيدية في الشرق الأوسط لكن هذه النظرية التطورية في الدين قد تلقت ضربات قوية في وقت لاحق عندما تحسنت التكارير الوصفية كما ونوعا وتبين للباحثين أن تاريخ التوحيد أقدم بكثير مما تصوره التطوريون كان الباحثون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يكتفون بتكارير الرحالة والروايات المنقولة عن المجتمعات البدائية في أفريكيا وإستراليا وغيرها من المناطق يكتفون بتكارير الرحالة وهي تكارير تعطي معلومات سطحية للغاية لكن المؤلف ينسج حول هذه المعطيات السطحية تصورات خيالية لا تمت للواقع بصلك مثل ما فعل مثلا كتاب الغصنة الذهبي صاحب كتاب الغصنة الذهبي جيمس بريزر وقد أدرك الوسط العلمي هذا القصور وعمل فيما بعد على تلافية لكن هذه الدراسات لم تصل بعد إلى مستوى الكمال بسبب تعقيدات كثيرة وبسبب تحيز أكثر الدارسين للموقف العلماني في عملية التاريخ للظاهرة الدينية بحجة أن هذا هو الموقف العلمي وسنرى بعد كليل كيف أن معطيات النص الديني القرآني تعطي صورة أكثر وضوحا وأكثر تماسكا لتاريخ الظاهرة الدينية القرآن ليس كتاب تاريخ ولا كتاب علوم هذا صحيح لكنه لا يخلو بالطبع من إشارات تاريخية وإشارات علمية منذ سنوات غير كليلة كنت أتتبع ظاهرة في القرآن يمكن تسميتها بالظاهرة الشفرات القرآنية أو الأكواد القرآنية أعني بها تلك الكلمات أو العبارات القرآنية التي تبدو وكأنها كلمات سر هدفها الكشف عن حكائق تاريخية تم تغطيتها لسبب من الأسباب تم تغطيتها لسبب من الأسباب وكان القرآن بهذه الشفرات أو الأكواد يقدم دليل أصالته وصحته يعني منها على سبيل المثال الإشارة إلى النبي محمد بلفظ أحمد أو ذكر هامان وزير فرعون مع أن الكتب المقدسة والتاريخية لم تذكر وجود هذه الشخصية قبل القرآن هامان باستثناء هامان الذي هو وزير شورش الذي جاء بعد ثمانمائة سنة من فرعون موضوع ثاني هذا فكانت هذه أسماء تسوي إشكالات أحمد وهامان أسماء مسوية إشكال كان لافتاً أن يشار إلى النبي محمد بلفظ أحمد خاصة وأن هذا قد يسبب عند المتلقي التباس نبس في غير صالح النبي ليش ما قال محمد؟ ليكون واحد ثاني هذا أحمد ولما تأملت السياق لاحظت أن التسمية كد وردت على لسان المسيح إيسا والمسيح كان يتحدث الآرامية ليش العربي واسمه أحمد هو اللفظ الآرامي لكلمة محمد يعني ينطق في الآرامية أحمد على الأرجع لأن العرب لم تكن تعرف هذا الاسم إلا بعد الإسلام والذي يتعامل السوريانية يجد مكريب جداً منها أنا لم أتأكد من كونه سورياني لكن طالعت السوريانية ووجدت أنه يكاد يكون سورياني وكأن القرآن أراد أن يدلل بالإشارة التاريخية على أن الكلام صدر عن عيسى باللفظ فدام عيسى آرامي يتكلم الأرامية فكأنه لفظ محمد بالآرامية هو أحمد لأنه هنا بالمعنى يعني كثير الحمد الأمثلة كثيرة في القرآن على هذه الظاهرة ولا مجال لاستقصائها الذي يهمنا منها الآن هو تلك الإشارات التي تعيد بناء تاريخ الظاهرة الدينية بعبارة أخرى القرآن لا يعطي تاريخاً للظاهرة الدينية لكنه يعطي موجهات إشارات كلمات سر تنظم المعطيات التاريخية الموجودة خارج القرآن لدينا معطيات تاريخية جيدة عن الدين معظمها موجودة في الكتاب المقدس لليهود والمسيحيين البايبول يعني في أسفار العهد الكديم وأسفار العهد الجديد الذي تعد حوالي 73 سفر عند بعض الطوائر هذه المعطيات منها ما يمكن الوثوق به لتوافقه مع معطيات تاريخية مكتشفة ومنها ما يحتاج إلى فحص أو رفض لكنها جميعاً بحاجة إلى إعادة بناء وهذا ما يفعله القرآن وفق استراتيجية ذكية تقوم على تقوم هذه الاستراتيجية على ثلاث خطوات خطوة أولى الاعتراف بمجمل ما في الكتب الدينية مصدكاً لما بين يديه من الكتاب تصديقاً إجمالياً خطوة ثانية التنبيه إلى مواقع في هذه الكتب من تحريفات أثبتت التحقيقات الحديثة وجودها باعتراف أغلبية النقاد الأجانب والغربيين لهذه الكتب الخطوة الثالثة أعطى القرآن بعض الإشارات التي تعيد بناء المعطيات التاريخية حول الظاهر الدينية منها على سبيل المثال الآية التي تقول إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني إن هذا الذي سمعتموه في الكرآن كان موجوداً في صحف إبراهيم وموسى كدليل على وحدة الديانة بين الأنبياء المذكورين وهذه الآية بمثابة كود تاريخي يمكن أن نبني عليه بناء كاملاً لتاريخ الظاهر الديني سنتعامل مع المعطيات التاريخية وكأنها مجموعة من الطوب والخرسانة والآية القرآنية تقدم الخريطة لبناء المشروع تعالوا نشوف إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذه الآية تقول إن أقدم الصحفة الدينية هي صحف إبراهيم فهي الصحف الأولى التي ليس قبلها صحف وهذا يعني عدة أمور الأمر الأول أنه لا بد أن يكون إبراهيم كالظهر في عصر الكتابة مدام صعف يعني كتابة على عكس نوح مثلاً فهل تؤيد المعطيات التاريخية هذه المعلومة؟ هل تؤيد المعطيات التاريخية وجود إبراهيم في عصر الكتابة؟ طبعاً حصور الكتابة هي عصر حصور التاريخ بالطبع يقال قبل التاريخ وبعد التاريخ يعني قبل ظهور الكتابة وبعد ظهور الكتابة الجواب هو أن التحقيقات والدراسات الكلاسيكية الخاصة بالكتاب المقدس تحددت عصر النبي إبراهيم في حدود الكرن الثامن عشر قبل ميلاد المسيح يعني في الفترة البابلية فترة الدولة البابلية ونبوخ النصر والدولة البابلية هي أول دولة سامية أو عربية كما أقول أنا قامت في التاريخ أول دولة عربية سامية قامت في التاريخ واللافت أن هذه الدولة قد عرفت عقيدة التوحيد بدليل اسمها اسمها بابل بابل يعني باب إيل أو باب الله وعرفت هذه الدولة فكرة الشريعة بدليل شريعة حمرابي التي تعد أقدم شريعة في التاريخ وعرفت أيضا الكتابة التي ظهرت قبل ذلك بزمن غير معروف لكنه ليس بعيدا لأن أقدم ما عرف أو ما عرفه الإنسان من الخطوط هو الخط المسماري الذي وجد في الحضارة السومرية السابقة مباشرة للدولة البابلية والخط الهيروغليفي المصري وجد في زمن واحد كلاهما عرف قبل ثلاثة ألف سنة من الآن إذن الكتابة كانت معروفة في زمن إبراهيم وهذا أول معطى تاريخي يتفق مع الآية القرآنية الكتابة كانت موجودة الأمر الآخر الذي تشير إليه الآية هو أن عصر إبراهيم قد عرف الصحف أيضا الصحف شيء غير النقوش غير الطين وغير النقوش الهيروغيفية هذا تحدي خطير للقرآن لأنه المعروف من الآثار أن الكتابة في ذلك العصر كانت على ألواح الطين في العراق الضماري أو على الحجارة في مصر والقرآن يتكلم عن صحف فهل كانت الصحف معروفة في زمن إبراهيم؟ هذا تحدي خطير لكن كبل ذلك ما معنى صحف؟ الصحف جمع صحيفة والصحيفة الكلمة تطلق على المكتوب في الوسائط الوسائط الرقيقة مثل الورق والجلد وما شبه ذلك ما كتب على سطح رقيق نسبيا يسمى صحيفة سواء جلد أو ورق أو أي واسطة أخرى فهل كانت هذه الوسائط معروفة في زمن إبراهيم؟ هل كان هناك صحف أو أشياء رقيقة يمكن الكتابة عليها؟ رجعت بنفسي لتحقيق هذه المسألة لتاريخ الورق فوجدت أن أقدم ظهور لورق البردي مثلا يعود إلى خمسة آلاف سنة من الآن أقدم نسخة من ورق البردي وجدت قبل خمسة آلف سنة أي قبل ظهور إبراهيم بمئات السنين يعني كانت معروفة والمتحف المصري بالكاهرة كان قد عرض قبل مدة قريبة عرض للمرة الأولى مجموعة من البرديات الفرعونية المعروفة ببرديات خوفه تعود هذه البرديات هي طبعاً تعتبر من أقدم البرديات في التاريخ يرجع تاريخها إلى الأسرة الرابعة الأسرة الفرعونية الرابعة يعني حوالي أربعة ألف وخمسمائة سنة مضت في حين أن إبراهيم عاصر الأسرة الفرعونية الرابعة عشرة نحن نقول من الرابعة البرديات موجودة من الأسرة الرابعة وإبراهيم عاصر الأسرة الرابعة عشرة يعني بينهم عشر أسر وهذا معطى تاريخي آخر يتفق مع المعطى القرآني في الآية السابقة بقيت مسألة في غاية الأهمية يمكن استنباطها بالجمع بين المعطيات التاريخية والمعطيات القرآنية هي أن تاريخ ظهور الشريعة مختلف عن تاريخ ظهور النبوة القرآن يسجل أول ظهور للنبوة مع نوح عليه السلام حيث تخاطب الآية محمد عليه السلام بالقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكأنها تقول إن نوحا هو أول الأنبياء وليس قبله نبي وفي لفته ذات مغزى تقول الآية بعد ذلك مباشرة وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاك ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمانة وآتينا داود زبورة وهنا نتساءل لماذا خصت الآية إبراهيم والأنبياء من بعده بالذكر ذكرتهم بشكل محدد مع أنهم كانوا مشمولين في عبارة نوح والنبيين من بعده كان ممكن تكفي هذه يعني الآية قالت نوح والنبيين من بعده وكان هذا يكفي لتشمل إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم فلماذا عادت الآية التي تخصص بالذكر إبراهيم والأنبياء الذين جاءوا من بعده هذه اللفتة الأسلوبية لها علاقة بما نريد أن نقول وهو أن النبوة كتظهرت مع نوح أما الشريعة فكتظهرت مع إبراهيم بل فرق العكيدة خبر خبر عن وجود الله واليوم الآخر وعالم الغيب ودعوة إلى تسبيح الله وذكره وعبادته وعدم الشرك به دون تحديد شكل العبادة أما الشريعة فهي نظام من التقوص العبادية والقوانين المنظمة للحياة والذي يتأمل القرآن يلاحظ أن قصة نوح لم تشتمل على دعوة إلى عبادات تقوصية واضحة يعني مثلا نوح لم يدعو قومه إلى حج البيت أو إقامة الصلاة مثلا ولا نجد إشارات كافية تدل على وجود نظام تشريعي في زمنه في دعوة للعبادة لكن شكل العبادة هذه ليس مفهوم في حين نجد عند إبراهيم ذلك بشكل واضح أول ذكر للبيت الحرام والمناسك والصلاة ورد في سياك الحديث عن إبراهيم وهذا يعزز نظرية تطور الشريعة بتطور المجتمعات لم يكن هناك شريعة في زمن نوح لأن مجتمع نوح يعني مجتمع بداعي لا تناسبه الشريعة العقيدة معطى ثابت لا يتطور فكان موجود زمن نوح ولهذا ظلت كما هي من عند آدم إلى اليوم أما الشريعة فهي معطى حضاري يناسب المجتمعات المستقرة التي تحضرت والتاريخ يخبرنا أن المجتمعات الإنسانية تحضرت في وقت كريب نسبيا يعني ذي قبل حوالي خمسة ألاف سنة مما يعني أن نوحا والأنبياء من بعده لما قبل إبراهيم يعني قبل ظهروا قبل التاريخ قبل الحضارة قبل اكتشاف الكتابة هذه كلها مؤشرات وقرائم وإبراهيم ظهر بعد اكتشاف الكتابة واكتشاف الكتابة ارتبطت بالمجتمعات الزراعية المستكرة المتحضرة كل هذا يتوافق تماما مع المعطيات التاريخية هناك توافق لافت له دلالة بين معطيات القرآن ومعطيات التاريخ وهذا سبب منطقي لذكر إبراهيم والأنبياء من بعده بشكل مستقل في الآية التي ذكرناها قبل شوية اللي هي آية نوح وكأن الآية أرادت القول إننا أمام مرحلتين مختلفتين من تاريخ الأنبياء مرحلة أنبياء ما قبل الحضارة والكتابة يعني ما قبل التاريخ بدأت بنوح وانتهت قبل ظهور إبراهيم ثم مرحلة أنبياء ما بعد التاريخ التي بدأت بإبراهيم وانتهت بمحمد عليه السلام لاحظنا أن بعض الآيات القرآنية تعيد بناء تاريخ الدين والتاريخ الإنساني عامة من خلال إشارات قصيرة لها مغزة وفي هذا السياق أيضاً تأتي قصة إبراهيم التي تحمل مفاجآت تاريخية من هذه المفاجآت ذلك التوافق العجيب بين قصة إبراهيم في القرآن ومعطيات علم الآثار والتاريخ وردت قصة إبراهيم في كتابين مقدسين فقط في كتابين مقدسين هما القرآن الكريم وسفر التكوين من العهد الكديم الذي يؤمن به اليهود والمسيحيون وفي كتاب ثالث كان ضايع يدعى كتاب اليوبيلات وهو كتاب يهودي قديم غير معترف به عند اليهود ومفقود من زمن يعني مش موجود لا في زمن النبي محمد ولا في زمن اللي بعده إذا كارننا بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية لكصة إبراهيم سنجد بين الروايتين اختلافات كثيرة وسيلحظ الباحث أن معطيات الرواية القرآنية تتفك تماما مع معطيات علم الآثار على عكس الرواية التوراتية معطيات القرآن تقول أن إبراهيم كان من أسرة تعبد الأصنام ثم يذكر التجربة النفسية والعقلية التي جرت لإبراهيم وهو يحاول معرفة الإله الحق في الكواكب السيارة في الآية فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون لأنه كانوا كانوا بيعبدوا هذه النجوم في بيئته هذه المعطيات القرآنية هي الدليل الواضح على أن القرآن كتاب سماوي لماذا؟ لأن هذه المعطيات غير مذكورة في التورة وغير موجودة في أي مصدر آخر قبل القرآن باستثناء السفر اليوبيلات هذا اللي كان حوله كلام يعني اللي كنا نغايب وهذه المعطيات تتوافق تماما مع معطيات علم الآثار يعني فقط القرآن وعلم الآثار اللي يعرفها وعلم الآثار اكتشف حديثا فمن أين جاء بها القرآن إذن؟ علم الآثار كشف لنا أن الأقوام التي عاشت في منطقة الفرات الممتد إلى هضبة الأناظول هذه الأقوام عبدت النجوم في تلك الفترة التاريخية وأنهم كانوا ينحتون للنجوم أصناما ترمز إليها وعرفنا أن سكان غوركالدان أو غوركالدان في جنوب العراك الذين نشعوا بينهم إبراهيم عرفنا من خلال علم الآثار أنهم كانوا يشتغلون بالتنجيم وعلم الفلك وعرفنا أن سكان منطقة حران أو حاران التي هاجر إليها إبراهيم في شمال سوريا وهي الآن موجودة في تركيا كانوا يعبدون القمر هذا مع علم الآثار ويرمزون إليه بشخص يجلس على كرسي وله لحية وثوب ويحمل بيده هلال ويسموه الإله صن أو صن القرآن يروي قصة إبراهيم بطريقة تركز على البعد الديني في حياته في حين أن التوراة تروي الحكاية بطريقة تركز على بعد آخر هو بعد الحقوق يعني الفلوس الأرض التي يحصل عليها التي منحها الله لبني إسرائيل مما يدل بوضوح على أن كاتبة التوراة العبريك كان مشغولا بالأرض لا بالعقيدة بالمكتسبات المادية كان مشغولا بحقوق أهل البيت الإسرائيلي هذه المعطيات في قصة إبراهيم لم تكن معروفة قبل القرآن وقبل أن يكشفها علم الآثار الحديث إلا جزء كليل منها ذكر في كتاب اليوبيلات كما قلت العبراني الذي ترجم بعضه إلى الأثيوبية يعني موجود عند الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية باللغة الأثيوبية ترجم في الكرن الرابع والخامسة الميلادي ولم يعرف منذ ذلك الحين إلا في القرونة الوسطى يعني حرف خبره كما يقول مدير معهد الدراسات اليهودية الكديمة هارتموت اشتيغمان ألماني يعني رجل عالم كبير في هذا المجال إذن كيف عرف القرآن هذه المعطيات يعني إحنا محتاجين افتراضات تعسفية لكي نثبت أنه من غير من مصدر آخر غير الوحي ما فيش غير الوحي ممكن يعطي هذه المعلومات التي لم تكن معروفة غير في علم الآثار اللي كشفها حديث لاحظنا أن معطيات القرآن التاريخية قد جاءت منسجمة مع معطيات التاريخ أو معطيات التاريخ الأخرى وأنها استطاعت أن تعطي تكسيما مبتكرا لتاريخ الظاهر الديني قبل التاريخ بعد التاريخ وهناك معطيات قرآنية أخرى كثيرا لا مجال لذكرها هنا يمكنها أن تشكل بناء نظري كامل لتاريخ الظاهر الديني يعني القرآن ممكن يكدم نظرية خاصة في التاريخ الديني تنسجم مع بعض المعطيات علم الآثار وتكشف بعض أسراره وهذا سيساعدنا على فهم فلسفة الدين نفسه يعني على سبيل المثال عندما يتبين لنا أن الشريعة قد تطورت بتطور المجتمعات الإنسانية فهذا يكشف لنا البعدة الديناميكية في الظاهر الديني يكدم لنا الدين بوصفه ظاهر ديناميكية متحولة وهذا على العكس من التصور السلفي للدين السلفية بمفهومها الواسع طبعا مش مل تكدم الدين بوصفه ظاهر استاتيكية ثبوتية جامدة نزلت مرة واحدة وفهمت مرة واحدة وانتهى الأمر أما تاريخ الدين فيقول شيئا أخر يقول أن الدين يستجيب لمعطيات الواقع البشري بطريقة التفاعلية الذكية الشريعة تحديدا تأخذ تعطي فيها أخذ وعطا ومرونة عالية ومن ثم وهذا هو المهم يجب أن نفهم الشريعة وفق مقاصدها لا وفق علالها وفق نظرية المقاصد لا وفق نظرية العلال لأن العلال زمنية ثابتة والمقاصد عابرة للزمن متحولة والبناء على المقاصد يوسع دائرة الإبداع ويضيق دائرة الخلاف بين المسلمين وهناك فوائد أخرى لا حصر لها من إعادة بناء التاريخ الديني والإنساني وفقا للنظرية القرآنية أكل لها أن صورة التاريخ ستبدو أكثر دلالة ولها معنى بعد أن كانت بلا معنى في التاريخ العلماني يعني تاريخ الدين في التاريخ العلماني لا معنى له القرآن يمنحه معنى لأن القرآن يمضي في خطين في آن واحد خط أفقي بين الكديم والحديث يجمع بينهم وخط عمودي بين الإنسان والغيب كما أن التاريخ الديني يسلط الضوء على البعد الاجتماعي للإنسان ليس البعد السياسي وهذا أنفع طبعا لا شك أن لدينا الكثير والكثير من الكلام في هذه الموضوعات لكن المساحة المتاحة لا تكفي إلا لبعض الخطوط العريضة العامة في هذه الموضوعات التي يمكن أن تلهم المشاهد في فهم بعض الظواهر الدينية بشكل أفضل وتنقل إليه عدوى التفكير العقلاني النكدي بدلا من التفكير الدغمائي الذي يعتمد على النقل دون العقل وأيضا أنا هنا مجهد بسبب الشهر الكريم وليس لدي إمكانية أن أفصل أكثر وأكثر وهذه مناسبة لدعوة الباحثين إلى إعادة كتابة التاريخ الديني بطريقة علمية منظمة تجمع بين معطيات التاريخ العلماني والمعطيات التاريخية في النصوص الدينية مع إعطاء الكرآن سلطة تفسيرية على هذه المعطيات التاريخية الأخرى ما لم يظهر دليل حاسم على عدم أصالة الكرآن يظل القرآن هو النص المهيمن على التاريخ يوجهه ويعيد بناءه لأن هذا هو الذي سيعطي التاريخ معنى في حقيقة الأمر لأنه أعتقد أن وضع المعطيات التاريخية تحت هيمنة التفسير القرآني ستحدث ثورة في الدراسات التاريخية إلى حد كبير والتاريخ بحاجة إلى ثورة في هذا البعد إلى هنا تنتعي حلقة اليوم نلقاكم في الإسبوع القادم في أماد الله ترجمة نانسي قنقر